العيش العيش البلدي العيش المصريين طيب المنظومة بتتضمن القدي شراء صاحب المخبز من وزارة التموين ويدفع تمنه وبعدين ينتج الخبز ويصرفه للمواطن صاحب بطاقة الدعم صح؟ احنا بدأنا المنظومة بتاعتنا في 2015 بمناسبة طيب صاحب المخبز بياخد الفرق ما بين تكلفة إنتاج الرغيف وما بين اللي بيدفعه المواطن طيب المواطن بيدفع قد ايه؟ خمس قروش صح؟ سهلة بسيطة ولم يرفع الدعم ولم يرفع على حاجة خلاص كده؟ ماشي هو تكلفته قد ايه؟ التكلفة الحقيقية 95 قرش يعني الدولة عمليا بتدفع قد ايه على كل الرغيف 90 قرش وتمام يعني وتمام فيش أزمة حاضر العين دي قبل العين دي ده حق المواطن لحد ما كلنا نقف على رجلنا تالت وامتلت تالت وامتلت مش تالت بس ايه متلت دي انا مش عارفة يعتم يعتم تطبيق المنظومة دي على اللي بيتم تخصيصه للمواطن اللي هو زي ما حضراتكم عارفين كل مواطن ليه خمس ارغيفة في اليوم اي الاسرة المكونة من اربع افراد الحق تاخد عشرين رغيف بس كل مواطن خمسة رغيفة يعني مية وخمسين رغيف للفرد في الشهر والصرف يماتي صح؟ سهلة حلوة قوي عاوزين كانت المنظومة دي تقضي على الظاهرة الكارسية ليه التصرب هذا الدقيق المدعوم دي المدعن بتاعنا طيب كان التسريب قد ايه خمستاشر عشرين في الماء دا لو ما كانش اكتر الحفاظ على مجموعة من السوابت في منظومة الخبز ايه السوابت بتاعتي انا هحافظ على الدعم بتاعي حتى وهو بيتكلف الخمسة وتسعين قرش انا هدفع التسعين قرش تكلفة انتاج الرغيفة اللي بتتحملها الدولة انا هحافظ على سعر الرغيف الخمس قرش انا هواحد او هفضل موحد وزن الرغيف علشان يفضل تسعين جرام انا هفضل محافظ على الحصة اليومية يعني الحتة دي تحديدا تقتل اي شائعة وتصبها في مقتلها بالكلية الخمس ترغيفة يفضلوا خمس ترغيفة يماتي للفرد حلو ايه كمان يا ووسف وزن الرغيف مش هيتحرك ولها يقل اطلاقا هو زي ما هو تسعين جرام ترجمة نانسي قنقر